المقاطعين البرلمانيين مقاطعين الذين ظهروا في المشهد وفي الصورة يستقبلون بنكيمون هل تحدثتم معهم؟ عرفتم سبب قدومه؟ أنا أعرف الشخص اللي ما يحترمش نفسه وما يحسبش حساب الغير أنا أيضاً بطبيعة حياتي ما ننزلش لمستواخر أنا نقول لو فيه احترام أنا عندي سفة الرئيس وعندي حكم الداري دستورية وأنا لمقر معروف أي خطوة قلت لك حتى ولو تخطر على باننا وفي يدهاننا ما فيش عيب إحنا زملاء بعضنا وإحنا كنا ليبيين ونسعوا ليهم هم رأوا هذا انتصار لأنفسهم يعني شفتهم في طبور ويستقبلوا في أمين عام ما يقولوش هذا فيها عيب ونقص من سيادتنا للدولة الليبية عندنا فيها رئيس وعندنا فيها رئيس حكومة وهم عندهم يعني في الحكومة أكتر من سبع وزراء وعندهم أكتر من عشرين وكيل وعندهم نائب رئيس الحكومة لشؤون دفاع عرفت السيد خليفة الغويل معقول هذا كل ما عنده جل فما فيش تفسير إلا تفسير المؤامرة فقط هل النواب المقاطعين فقط من مدينة واحدة أم الذين استقبلوا بن كيمون أم مش كل المقاطعين جوح استقبلوا أنا قلت لك هذا أذكر من اسمها وفي اسمها أخرى وفي ذلك الوقت رأوا حتى المقاطعين غير محصورين عندي أنا شفتهم اللي شفتهم في القاعة يوم 4-8 وبعدين بدأت تردد مع الأيام على الأيام يكتر العدد ويجي لأن فكروا يوم من الأيام المقاطعين يبقوا مقر ويبقوا ياخدوا مرتباتهم من مصف المركزي وتفاعل معهم الصيد الصديق وقال نوفر لكم حتى سيارات نقل حافلة ونختار لكم مقر وكان هذا دائما بتواصل ما بين فتح بشغح اسم بلغوني ومحمد صوان شخصيا مع السيد صديق واستجاب ليهم ولكن يبي ميزانية من الحكومة والسيد أستاذ خليفة تنقشنا في هذا الموضوع والسيد خليفة الغويل كان غير مقتنع بصرف ميزانية بيقول أن في حكومة وفي مؤتمر وطني وإذا أنتم وصلتوا لحل سياسي أما نابش بنعتي ميزانية لبعض المقاطعين فقط لا يوجد نص عنده في الميزانية إذا بيديرها السيد صديق بالتجاوز يبدأ السيد خليفة بش مسؤول على الصرف نقشتها أكثر منها